تقرير طلع برضو عشان يبقى احنا دورنا ان احنا ننقل لحضراتكم بره بيقولوا عنينا ايه ما يمكن بيقولوا الدنيا يعني مش مصبوطة او الدنيا بيزة او شيء من هذا القبيل طيب التقرير ده بيتحدث عن مصر ستصبح ثالث اسرع اقتصاد نموا في العقد المقبل العقد يعني العشر سنين طيب التقرير ده مثلا يمكن عاملا وزارة التنمية المحلية ولا رئيس الوزارة كده هو قاعد مع الحكومة اللون بقول لكم ايه ما اتطلعو لنا كده للاعلام تقريرين تلاتة كده عشان تشجعونا واحنا ماشيين لا 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 خالص ما بكلش معنا الكلام ده واعتقد انه ما بتعملش كمان دلوقتي ولو اتعامل هنقول لكم التقرير ده طلع من مركز هارفرد للتنمية الدولية برضو ارجو ان حضراتكم تتكلموا عن العلم تتكلموا عن من الذي اصدر التقرير مركز هارفرد للتنمية الدولية بيقول ايه بقى بيقول انه هناك رصد او دراسة لاقتصادات الدول المتوقع ان تكون اسرع في النمو مش بيقول لك الاكثر نموا لا خلينا خلينا فيه دقة في الرصد بيقول لك لو انت كنت عند الخطوة واحد هتوصل للخطوة خمسة بسرعة في العشر سنين الجايين ترتبنا احنا في الدول السريعة التالت ترتبنا في الدول السريعة التالت فالتقرير يعتمد ايه المعيار يعني اللي بيحطه التقرير بيقول لك بناء على اساس مقياس وحيد وهو التعقيد الاقتصادي والذي يقيس كل بلد من حيث التنوع وتطور في القدرات الانتاجية المتضمنة في صادرتها ووجد التقرير انه هناك ترتيب عالمي للدول التي يحقق بلدانها نسبة نمو بيتكلم التقرير عن سبعة وتسعة من عشرة في المية تقرير صادر عن مركز هارفرد يتحدث عن النمو الاقتصادي المصري مش لجنة حكومية ولا وزير من الوزراء ناخد رأي الناس المتخصصة اللي بتتكلم على الصعيد الدولي